زين مساء الخير بدين أسبوع الفات بمحاضرات العائلة ونكمل اليوم راح أخذ فرق جانب نفساني في موضوع العائلة يمكن ما كثير نفكر بينه أنطلق من فرد قصة واقعية عرفت عائلة عند طفلين ابنين واحد كان عمره سبعة واحد كان عمره أربع سنين فالأم معلمة سجلت أبو السبعة سجلته بالمدرسة وهي معلمة يعني تأخذها على مدرستها وهذا راح مرة مرتين بتلاثة ما بقى يريدي يروح على المدرسة فرهت عندهم قلت لي أنا محتارة بهذا الطفل ليش ما قي يقبل يروح على المدرسة بينما هو بالبداية كان يعجب يروح على المدرسة فحاولنا نفهم منه أنت ليش ما تريد تروح على المدرسة ما يقبل يحكي فأنا حاولت شوية أتشيك لازم أكو سبب الطفل ما يتصرف بدون سبب واكتشفت السبب أبو سبع سنين عنده فرد صندوق يحط بينه كل ممتلكاته شنو ممتلكاته قطع لعب مكسرة أوراق صور نايلونات هل أشياء اللي هو يعتبرها كنز ماله فهذا ما يروح على المدرسة أخونه أبو الأربع سنين يفتح الصندوق ويلعب بيها الغراض فيجي الأخ من المدرسة يشوف الغراض مالته كنفاتت تحت القنبة وكنفاتت تحت الأشسمة ما بقى يريد يروح على المدرسة فقلتولا الحل كلش بسيط اشتري له قفل قفلي الصندوق وحطينه بخيط علقينه بحلقه وراح تشوفين النتيجة وفعلا راح تشتريت قفل قفلت الصندوق خلته بحلقه الصبح راح على المدرسة مثل الورد أشتكشف هذه القصة تكشف بأنه الإنسان خاصة الطفل ما يقدر ينطي بس يقدر ياخذ يعني حب التملك غريزي عدنا علماء الأجناس البشرية تقول بأنه غريزة التملك ما نقدر انطخها ليش سقطت الشيوعية لأنه حاولت تطخ غريزة التملك الإنسان يحب أن يمتلك الأشياء ويمتلك الأشخاص وكانت الحياة الاجتماعية دائما سلعة بسلعة وحاجة بحاجة وحتى كان يمتلكون عبيده إماء إلى أن جدت القوانين المعاصرة ولغت امتلاك البشر لكن ما زالت بعض الدول مثل داعش تؤمن بتملك البشر التقدم اللي حصل بالإنسانية هو باتجاه شلون النظم التملك وشلون هذه الغريزة غريزة هي هذه الغريزة تحتاج إلى نضوج وصبر طويل والعائلة دائما هوني مشاكلها تسعة وتسعين بالمئة من المشاكل تنطلق من هذا إلي وهذا إلك هذا ملكي وهذا ملكك هاي غراضي وهاي غراضك هذا دولابي هذا كانتوري وهالشكل التملك للأشياء هو اللي يمشي باتجاه عكس الحب أشنو الحب الحب أن أنطي بلا مقابل بس حب العالم والدني والناس هو عادة بالتبادل أنا أحبك حتى تحبني أنا حبيتوك كان لازم تحبني والغيرة والنقنق والمشاكل اللي يعانون مننا الناس هو بسبب اختلال هذا التوازن ولما ما ينضج الطفل أو يعاني من مشكلة خاصة خاصة رح نجي علي الغيرة يعني عادة الطفل أو الطفلة من يولد له أخ أو أخت صغيري أقل من ثلاثة سنين الغيرة تشتغل من السنة سنتين ثلاثة بعد الثلاثة تخف هذه الغيرة أشني هذا الأفندي جاء أخذ ماما مني جاء أخذ مني ماما وجاء أخذ بابا فتشوفون تشتغل الغيرة وهذا الغيرة موضوع واسع فديوم رح أخصص له إذا مو أسبوع أسبوعين محاضرتين رح نشتغل على الغيرة ورح نشوف أنه ما تحتاج عقل ولا ولا فكر الطفل يغار من من هو من هو أشهر يغار يعني من يشعر بأنه هاي أمه يعرفها بحدود كم شهر من تغيب أمه يبكي ومن تشيل أمه طفل آخر يقلبها للدني ليش لأن هاي إلي شمعنى هذا جاء أخذ مني وهاي الغيرة حقيقة فككوا أسرار العلوم النفسية فككت الماكنة شون تشتغل الغيرة شون يشتغل هذا التملك وشنو سبب حب الإنسان أن يمتلك الأشياء وليش يتعلق بالأشياء وليش يتعلق بالأشخاص وليش الأنا ماله يضطرب من يفقد فتشيء أو يفقد فتشخص شنو السبب هون يلازم شوية شوية راح نوضح بعض النقاط أنه الأنا ما يتكون إلا إذا امتلع الأنا تخيلونه عبارة عن تانكي إذا ما ينتلي ما ينطي فلازم الطفل يتعبى لي فوق يتعبى حب ويتعبى حضور 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 مهم هذا هذا التانكي إذا ما انترس وإذا جدت أمور أخذت منه قبل وقت دي الله ما يخالف خلي أخوك يلعب بيها أنت كبير أنت عقل كبير هاي ما يفتهم ترى هاي التشنطة ما لدي هذا ما عنده حقي العبية ما لدي ولو هي ما عنده قيمة هي كانت عبارة عن أوراق وصور كنشقشقة من المجلات يعني هي هي أشياء ما عنده قيمة بس هي عزيزة علينا فمن قفلته الصندوق وخليته هذا اللاخ ما يدخل بعد وما يقدر يلعب بيها انتهت المشكلة أكو حيز مكاني أكو أشخاص مهمين بالنسبة إلي بالنسبة للطفل مهمين هاي إلي شون رح نقدر إحنا إذن نتدرب على الحرية الحرية بالعطاء ما يقدر الطفل ينطي ولا حتى المراهق ينطي المراهق يحب نفسه ويشوف نفسه بعيون الآخرين أشلن يشوف نفسه أشلن يقرأ نفسه هون رح نجي بعدين على فترة المراهقة أيضا الولد أو البنت الأصدقاء المرآة اللي اللي شكلوها الأصدقاء بالمراهقة ولهذا ممكن الأصدقاء يودونوا المراهق بدهيا يفحكون علينا يجيبونوا يجيبونوا إلى أماكن خطرة كثير من الشباب اللي كسبهم داعش ودخلهم يقال 30 ألف بس من أوروبا وأمريكا وأغلبهم شباب صغار بواسطة هالفترة ما المراهقة الصعبة أو بالسجون دراساته تقول أنه أكبر معمل ما الإرهاب هو السجن السجن يتشكل بينه في الدير علاقات يا تدخل تحت سلطة هذا الزعيم بالسجن يا حتى حياتك نومك ما نخليك ترتاح وهالشكل يصير هذا الشخص عبد يصير خاضع خادم لهال قيادي وهذا القيادي من رح يطلع من السجن رح يشكل هالشكل تتشكل العصابات وهالشكل تتشكل البدع الدينية أيضا إحنا عدنا أمثلة عديدة أنه البدع الدينية شغلة مثل العصابات أذكر من كنا ندرس علم الاجتماع بالسبعينات قرينا عن شخص أمريكي اسمه جيمس جويس جيمس جونس كان عنده فد ألف من الأدباع كان بنالم فد مكان معزول في جنوب ولايات المتحدة بدت الاف بي آي تتدخل بدت تسأل هذا بعد وقتا ما كان كثير يضوجون البدع مندزلوا خبر أنه الاف بي آي رح يجي يتشيك أشي يعملون هذولي الألف ألف وثلاثمائة شخص أشي يعملون من جو شافوهم كلهم ميتين قتلهم وانتحر شربهم سم قتلهم وانتحر ألف وثلاثمائة أصور فد قصة مرعبة وغريبة أنه هالكلمة تشتغل انتحاريين هاليوم كثير أدنى انتحاريين يعني صاروا فرض شيء عادي نسمعها بالأخبار ما ندير لبال شلون ممكن شباب حلوين متربائين عندهم أهل ابتلى هذا الرجال الأردني مسكين اللي جابوا له خبر أنه ابنه مات انتحاري بالعراق طلعونه بالتلفزيون مقابلة سوى تعزية بس أش تعزية مسكين يعني هو مشعول قلبه مشعول قلبه أنه ابنه فلت من إيده شلون الانوازن بين هال هال صعوبة اللي عندنا بالعطاء وبنفس الوقت ناس تعطي حياته من أجل فرض شيء إجرامي شلون هذا الإجرامي نسمينه غسل دماغ نسمينه الأخطبوط الديني أو السياسي أو الاجتماعي أو الضغوط الاجتماعية هي عادة نحن ما يعجبنا ننطي بس إذا الناس تحكي علينا لا ننطي يعني ناس قسم ناس ما عنده فلوس خاصة نذول اللي هجرون روحون أمريكا وأوروبا يادوا بيعيش يادوا بيعيش تموت نانته العجوز في العراق هونك يسوي تعزية ويسوي قوازي ويجيب بقلاوة يابا منين لك هاي قال صدق دينتو ليش تسوي هالشكل يقال أشعمل مو يحكون تعرفون صدقوني الناس تخاف من حكي الناس أكثر مما تخاف من الله تمام الله خطيه ما يخافوا منه وإلا ما كان يسوون هلقة خطايا كل يوم بس يا ويلو الإنسان اللي خالف القوانين الاجتماعية ما هي قوانين إحنا أش نسميها نسميها الأعراف والتقاليد والعادات الزواج والموت والمناسبات مرات مع أنت كم قيو اللي تروحون على زواج فلاني الفلاني بس إذا جال كم كارت تحمون لا لا تصابون بالحمة إذا ما رحتوا مشكلة وإذا رحتوا ما ريد أروح يا أخي وتروح وإنت غزب عنك وهالشكل نشعر وكأنه أكو شيء يقيدنا أكو شيء يقيدنا إحنا بالمجتمع العادات التقاليد الأعراف عين تستحي من عين نخاف لا نفقد صورتنا عند الآخر صحيح صحيح هاي العادات والأشياء ما نحس عليها لأنه ولدنا بيها وتعودنا عليها بس هاي من تصير بإيد ناس عندهم قابليات مثل داعش تتحول إلى مكينة ما الموت صناعة الموت صناعة الموت هاي بالحقيقة هو الصراع بين الحرية وبين العقودية وهذا التدريب يبدأ بالعائلة السؤال هو شلون نربي الطفل والطفلة على الحرية كثير من الناس يتصورون أنه التربية هي العصى لمن عصى وهذه النظريات القديمة لا زال الناس يؤمنون بها بكثير مناطق العالم أقدم كتاب بالسريانية هو أحيقار الحكيم مكتوب حوالي خمسمائة قبل الميلاد كتاب أحيقار بين هذه الجملة الغريبة هي أحيقار مثل لقمان الحكيم يربي كثير نقرأ يمكن قريتم أشياء قال لقمان لا يسمع من أذنيه يسمعوه من قفاه يعني شلاليق هذه النظريات التربوية أنه اضرب عاقب عقوبة أشقد إحنا هالأيام هالسنين نشوف أن المجتمعات الشرقية لم يكن تخلصت من فكرة العقوبة وهذا خراب البيت الإنسان لا يتربى بالعقوبة سيتربى الخوف لكن الخوف لا يأخذ معلم صحيح المجتمعات كلها بالصنطة ظهريان كلها تمشي بس ياما وراء السواهي دواهي ولهذا رح يصير عندنا مجتمع أبو وتيين الظاهر نقشي نقشي ومن جو خوق محشي مصايب محشي يعني المجتمع ما رح يكشف ولما تنكشف فرد فضيحة مثلا تسعة درجة الحرارة أربعة وخمسين في بغداد ذاك الوقت جمعتنا نزلوا ساحة التحرير ومظاهرات وين كنتم ممكن كنتم تعرفون أكو فساد وأكو هالأشياء ليش ولهذا مجتمعاتنا ما تاخذ المشكلة من جذورة ولهذا قلت أسوي محاضرات عن العائلة حتى نلتقي شوية ونفكر شلون هالطفل ندرب على الحرية شلون نعلمه أش ننطيله شنو الدول اللي بينه راح يتعالج عنده الحرية المفاهيم اللي نربي علي أولادنا مثل لازم تحب أخوك هاي عودنا علي أحب أخوك أش معنى أحب حتى من نحن المسيحيين نسمع أحب بعضكم بعضا يعني ما ندخل جواب بأعماقة أش معنى أحب أش معنى أحب أنا أتصور كثير ناس ما يعرفون أش معنى واحد يحب أكيد الشعراء والمغنين أحبك ليش ما أدري ومادري شنو هاللغاوي اللي نسمع كل يوم بالأغاني أكيد نسمع بس ما نفهم ما نفهم الميكانيكية مالتها مثل ما نشتري فد آيفون بس ما نعرف ما نعرف شكه بطنه يعني منه منك يمكن فتح الآيفون ماله وباو أشك وجواته مثل ذاك القسعدنا بالقرية وقته أش كان أكو كان أكو واحد بالقرية عنده ساعة من هاي اللي علقوه هالشكل هوني زنجيل ويحطوه بجيبهم فمنه يفتهم بالقرية هاي ساعة ووقفت من هاي السركيسوف كان اسمه فهذا جاء عند القس طبعا القس كش يفتهم قال له أبونا هاي الساعة ما قد تشتغل قال له جيبه قال جيبوا لي سكين جابوا له سكين من المطبخ فتح القبغ فتح القبغ الثاني شاف براغي فتح البراغي بالسكين على الشكل براس السكين فتح انتلس الميز باوع بيا شافها صعبي قام سد وانطالوا يا قال مطصي قال زين أبونا هاي البراغي هاي البراغي على الميز اللي خليت قال هاي كلها زيدي احنا مثل هذا أبونا يتصور نفسه كل شيء يعرف فمن يجون يسألونه هذولي الأخوة قيد عاركون محبي ماكو بيناتهم وتصل إلى مواقف ضرب وقتل كتاب المقدس يقول أول أخين واحد قتل الله أول أخين قاينوا هابه واحد قتل الله وهاي القصة أيضا تحتاج شوية تحليل لأنه الله ما رح يطلب من انتقام من القاتل بالعكس رح يحط علينا علامة حتى لا أحد يقتله لأنه العلاج والعقوب الموت ما علاج القتل مو علاج ما فد يوم كان القتل علاج ولا الضرب علاج ولا الكراهية علاج ولا المقاطعة علاج إحنا من شخص ما يحبنا وما نحبه نقاطعه ما نحكيو إياه وش قد أكو زعل ببيوتنا أطنان من الزعل إذا قدرت أقيس الزعل بالأطنان أطنان أكو زعل ودائما يدورون على سبب على فتحجي على فتشي ليش زعلاني بس ما كنا فكرنا أنه على هذه الساعة ما تصطلح فقط بأنه تفك تصطلح بأنه أنت تعرف شلون تشتغل الساعة وهذا الحب اللي دا نحكي بينه بالأغاني والمسلسلات والكتب المقدسة يحتاج إلى أدوات كتاب مقدس يحكي عن الحب بس علم النفس كشفنا الدرنفيس والآلات اللي تصلحنا الحب لازم نعرف إذا عرف السبب بطل العجب لازم نعرف السبب ولهذا احنا بحاجة إلى الدخول في طريقة التفكير اللي خلقنا عليها كبشر مكينتنا البشرية أنتو تعرفون مسألة الطاقة كل 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 آلة هذا الكمبيوتر هذا الايفون هذا المسجل بينه بطارية وهاي البطارية محدودة إذا ما أشحنا هذا يصير طابوقة ما بعد يشتغل الكتاب المقدس يقول بأن الإنسان بحاجة إلى شحن للحب الحب هو مثل بطارية فاقد الشيء لا يعطيه ولهذا قصة الكتاب المقدس هي قصة تشبه العائلة أنتم ما لاحظتم أن الكتاب المقدس يبدأ بعائلة ومشاكل عائلة ومشاكل أولاد العائلة وقتلوا وغضبوا وحسدوا وطمع وسرق للفاكهة المحرمة إلى آخره والكتاب المقدس ينتهي أيضا بعائلة نهاية سفر الرؤية الروح والعروس يقولان تعالى أيها الرب يسوع آخر جملة آخر جملة إذن العائلة هي في قلب حياة الإنسان والبابا فرنسيس قبل هالأيام في المؤتمر السينودس عن العائلة قال أجمل اختراع اخترعوا الله هو العائلة أجمل اخترع بحيث رح يستعمل يسوع سورة العائلة على الله ويقول أبانا الذي في السماوات أبانا مثل ما كل واحد منا عنده أب بشري يقول له لا تدعو لك أبا على الأرض أبوك البشري أبوك البشري لا شيء في حنيته ورحمته بجنب أبوة الله عشو نقول في قانون الإيمان نؤمن بإله واحد آب ذابط الكل أب هذا الأب السماوي دائما يسوع يقول أبوكم السماوي أبوكم السماوي بيش هو أب خالق السماء والأرض هو الذي يخلق وينطينا الوجود لا بس وجودنا وجود الذي حوالينا الطبيعة ما يرى وما لا يرى فإذن الخبرة التي سيعيشها هذا الطفل هذه الطفلة بالبيت مع بابا ومع ماما مدعوة إلى أن يتجاوز هذه الخبرة يتجاوز إذن أكو مصنع ما الحب شاحنة ما الحب هي العائلة إذا ما قدرنا أحنا نقوم بواجبنا الإنسان يصير حال وحال هذا التلفون إذا ما مشهون ما يشتغل مو بس ما يشتغل المصيبة أنه رح يخرب رح يصير كله دليت المعلومات كلها تروح من عنده لأنه ماكو طاقة الحرية إذن هي الحرية فاتكلمة كثير كثير استعملوها بالسياسة واحدة حرية اشتراكية كل المبادئ السياسية استعملوا كلمة حرية بس فنك تعرف شنو الحرية مثل ما الحب ما نعرف شنو الحرية هم ما نعرف شني لأن لو عرفنا شنو الحرية رح نفهم شنو الحب شنو الحرية لا لا صدق شنو الحرية أحسن تعريف للحرية شفتونه في آية يقول يسوع تعلموا مني إني وديع متواضع القلب احملوا نيري وتتلمذوا لي شنو الحرية ها أشنو النير أشنو النير من يعرف شنو النير نعم برابو عندك عندك ثورين يحرثون اكون بيناتهم فاد عمود وسكة والثورين يحطون على رقبتهم خشبة على شكل السين حتى يسحبون الخشبة وهذا هو أقدم آلة حرث موجودة حتى من زمن السومريين آلة الحرث فإذن أشي يقول يسوع كأنه دا يقول تعال حرث معي احملوا نيري وتتلمذوا لي لأنه أنا أريد هذا العالم أحرثه حتى نزرعه بدون حراثة الزراعة ما تشتغل وين تحط الحنطة رح تقع على الطريق رح تقع بين الحجر رح تقع بين الشوق لا ما تزرع الحنطة إلا في أرض محروثة إذن قبل ما تزرع لازم تحرث فتعال نحرث هذه الأرض أشنو الحرث؟ هو قلب الأرض يعني الخضوع لقانون العمل كل شغلة تحتاج قانون عمل أي مهنة تريد تتعلم أكو واحد مثل كان عندنا قديم يقول أنا أبو سبع صنايع والبخض ضايع ليش؟ لأن هذا يريد يفضى بلا ما يشتغل بلا ما يحرث مثل هذول المصريين اللي كان يجون عندنا قبل عشر سنين خمسطاعش سنين أنت أشتعرف أنا بتعكله؟ إيه ماكو بتعكله؟ أو فيتر جميع أنواع السيارات أي قرات أشوفها بسوق الشارع الصناعة فيتر جميع أنواع السيارات الشور يصير؟ هو أكل إش أنت شنو؟ جوجل جميع أنواع السيارات وأكو فيتر جميع أكو اختصاص سيلف أكو ديلكو أكو اختصاص محرك أكو اختصاص أمريكي إنجليزي ألماني بس مو جميع أنواع السيارات هذا بس أشو جميع أنواع السيارات ما روح عنده لأنه نعرف يكذب كثير براغي راح يطلع هاي زيدي فإذن إحنا إحنا بحاجة أن نخضع وصار التاريخ البشري أيضاً تاريخ تلمذة تعلموا مني وتتلمذوا لي إذن ما كو مهنة نتعلم من دون خضوع للمعلم من دون قبول قانون التعليم والدول المتقدمة تقاس بقدرتها على التعليم وعلى الجامعات مع الأسف بلاد العربية أكو سبع تلاف جامعة بلاد العربية كلها تجي بالألف الأخير في التصنيف الصيني كل سنة الصين تطلع قائمة بالجامعات تحسن تراجع تحسن تراجع وتنطي شهادة أرقام للخمسمائة أحسن جامعة بالعالم ما عدنا بالبلاد العربية لا بالألف الأول ولا بالأثف الثانية ما عدنا ولا جامعة حتى قاهرة حتى ما عدنا ولا جامعة ليش؟ لأنه ما نعرف نحط راسنا تحت النير كثير ناس يكتبون ما باختصاصهم وخاصة هسب وسائل الإعلام يا سلام سلم هو مو سياسي يحكي بالسياسة هو كل شيء ما يفتهم بالكهرباء وبالكيميا وبالاقتصاد باش أشنو المحاصصة الطائفية جابته وزير اقتصاد أو وزير مالية أو وزير سياحة أو وزير معرف إيش أنت اقتصاص لا باش جابوني طبعا ما رح يمشي البلد احملوا نيري وتتلمذوا لي إذا تريد أن تشتغل لازم تأرف المهنة حتى واحد يكون عنده حق يعلق رقعة عيادة الدكتورة فلانة الفلانية أو الدكتور فلانة الفلاني لازم يكون يكون درس ست سنين على الأقل وإقامة وقرى وأرياف وإقامة أقدم يعني عشر سنين يطول حتى يقدر يفتح عيادة لين شون تريدون الناس تتقدم إذا هذا يتزوج بأربعة أيام نظرة فابتسامة فموعد فتلفون فلقاء جن هذا أش درس أش افتهام أش اتعلام هي إذا أكو شي صعب بالعالم هو الزواج العائلة شقد نحتاج للعائلة أن نتعلم أنا فرحان أنه عندي كثير شباب اليوم قاعدين إحنا بحاجة أن نتعلم سهل أن نستورد الأشياء ومشكلتنا أنه نستورد بس ما نتعلم يعني أنت إذا تشغل الآلة هاي مو شطارة تسوق سيارة مو شطارة أكو بعض المبادئ الأساسية تنقذك من الموت فاليوم كنت في فرنسا أدرس وكنت دا أقطع بدل ما أمشي بالشارع بالهايوي كنت دا أمشي بالشارع مع الغابة أقرب أقصر وأشوف سيدة وقفة يم سيارة سيارة عاطلة وقفت أنا بهاي الغابة والدني مغرب أنا وقفت وقلت له مدام أجبكي قال صدق معرفة السيارة ما لي مدى تشتور قلت له زين أوكي افتحي لي البونيت قلت لي معرفة افتح بونيت قلت له أشتعرفين قلت بس عرفة سوق أبدل جير وأمشي قلت له زين يعني هسه لو ما مريته من هوني أش كانت سوين قالت لي معرف قلت له أكو أشياء ما يصير ما تعرفيها زين الله جابني لأخلصك فتحته دورت وجوه فتحته البونيت طلع رأس الباتري شوية تصور كان أكو مشكلة و سويت له شطل من سيارتي وشغلته وقتل مشي قدامي ووصلت قلت له زين قالت أنا أتمد على زوجي هو كل شي يعرف قلت له بس هذا يسيغ درس مر ودي بإذنك حتى مرت اللق لا تطلعين بالسيارة وتمشين بطريق غريب وطريق خطر بالغابة يجي ذيب عليك كل شي يصير زين أكو أشياء ما يصير ما نعرفها أكو أشياء أساسيات أنا صار لي أكثر من خمسة وثلاثين سنة أعلم أدرس أدرس كل الأشياء اللي ما حد يريدي يدرسها تعكله ليش؟ لأنه على ما كونا كليتنا وكونا السمنير مالنا وكونا الكهنة مال المستقبل كان لازم أذب نفسي على الأشياء الأساسية اللي احنا بحاجة إلى يعني من درسته أنا بره أشبه واحد درس شون يعمل حلويات سويسرية أنا درسته حلويات مثلا حلويات درسته اختصاص من جيته للعراق بالثمانينات شفتوا شعبنا ما يحتاج حلويات يحتاج صمون فاشتغلته صمون يعني مثل واحد ترك اختصاصه ورجع إلى الأشياء الأساسية المهمة ولهذا نشوف بالإنجيل يكتشف يسوع مع تلاميذه بأنه أكو مشكلة حتى مرات يصير عصب يقول إلى متى أحتملكم حتى الآن لمن شرح لمن مثل الزارع مثل الزارع والمثل الوحيد الذي يشرحه يسوع فقية الأمثال لا يشرحها الإنجيل مختصر أعطانا نموذج للشرح احنا بحاجة إلى أن نفهم التلاميذ ما افتهمه فاتوا على البيت قالوا له أنت حكيت بالمثل اشرحنا أش تريد تقول بعدين من راح يشوف أنه عمره قصير ثلاث سنين بس راح يقول أنا راح أدزلكم الروح القدس لا تتركون أورا شليم هو راح يشرح لكم ويذكركم جميع ما قلته لكم إذن شنو شغلنا بالكنيسة شغلنا بالكنيسة أنه نعمل حركة مكوكية من شيء عاش يسوع في حياته وموته وقيامته إلى الأولادنا وبناتنا وجيلنا وشعبنا ونحاول أن نلقي جواب متوازن نخترع أجوبة في ضوء الدراسات الحديثة العلمية وهالشكل أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب فحطينا ثقلنا على التعليم تاريخ المسيحية بهالمئة سنة الأخيرة بالعراق نقدر نختصره بكلمتين التعليم والصحة مستشفيات ومدارس وحتى الكنيسة هي مكان للتعليم الكرازة كلام الله نحاول هادي هادي ندخل بينه وين رح نوصل رح نوصل إلى الغريزة اللي هي دا تسببنا كل المشاكل أشي قول يسوع عن هذه الغريزة غريزة التملك غريزة الأنا النرجسي أنا من أحب حياته فقدها ومن فقد حياته من أجل ربيحها ها شون رح تشتغل هاي 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 الفكرة أودكم إلى بداية حياة يسوع لمن يصوم ويتعمذ بعد ما صام قبل ما يتعمذ رح يتعرض إلى تجارب تجارب تذكرون تجارب يسوع كم وحدي ثلاثة حول الحجر إلى خبز ذب نفسك من الهيكل هاي الدني كلها عطي لك إذا سجدت إلي أشنو ليجمع هل تجارب الثلاثة أشنو ليجمع الأن الأنانية أنت جعان حول الحجر إلى خبز أنت ما عندك شعبية ذب نفسك من الهيكل أكيد الله يخلصك فالناس رح تتبعك هذا وقع من فوق وما مات لازم خش هذا لازم نتبعه وإذا تريد للدني كلتا أنا أنطي لك هي أنت أنا 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 أنطي لك هي يعني هم كذاب هو الشيطان المجرب وهذا هو الإغراء اللي رح يصير في حياة العائلة إغراء شقدها الكلمة مدهشة الإغراء سوق الإغراء تعرفون شركات الكماليات النسائية أو الكوسماتيك هي أغنى من شركات النفط ما تصدقون شركة لوريال الفرنسية مع العطور أغنى من شركة توتال اللي هي وحدة من عمالقة شركات النفط بالعالم كيف البرميل مع النفط طاح حظه 43 وبالتواسيل كيف الشوشة هاي فايف ها 200 300 دولار وشنو هي شنو هي هاي الشوشة هاي الريحة ماكو هاي الشي يسموها أبيوم أبيوم فايف مع فيش اسمه فد اسم غريب هاي اكو بشانزيليزي باريس اكو فد محال كله عطور من تفود بينه وبينه بالملايين الملايين شنو هي هي عبارة عن شوية ماي وشوية مدري شنو وذول يضحكون على عقلنا ويأخذون فلوسنا ليش لأنه اغراء الاغراء عملية معقدة جدا كذاب الاغراء مراجعت من الخارج اختي بزاخو قلت لي اخوي انا معلمة بس رواتبنا فد مرة كثيفة فقررت افتح صالون ما السيدات قلت له اخوش فكرة ابوي قال ايش صالون تبزاخو هذول يكلم هذول يكلم عندهم قذلات تصورون يقصون قذلاتهم حتى يجون على الصالون مالكي قلت له بابا انت دخليها قطع عقلا قلت انت انطيل بس فد دكان وانا اساعدها بالكرسي وما كرسي ايه فبدت عينكم لا تشوف للنور بدت صالون وكأنه على الحج كانوا الناس بقي صالون مالا سنين هو الوحيد القذلات طارت والتسريحات جدي واشكال والوان عرايس فاش قلتلي قلتلي اخوي بلك انت نعمل فد شعار للدكان مالنا للصالون مالنا نكتب فد شعار قلت له ما يخالف فسويتولا صحته خطات قلت له تعال سوي فدرق اعلقه جوا حتى يصير شعار الصالون مالنا ايش كان الشعار اللي اقترحتونه لا تتحارش بالخارجات من عندنا فلعلها جدتك لا تتحارش بالخارجات من عندنا فلعلها جدتك نرجع نرجع لكي عروس عروس اشي قل الكتاب المقدس انه اول خطيئة كانت خطيئة اغراء ونظرت حواء الى الثمر المحرمة ورأتها منية العقل ومشتها شاهي ليش الممنوع مرغوب ما كنت فكرتم بياه يقولون دائما الممنوع مرغوب ليش لانه الانا مالي الانا مالي مراكز الانا مالي يتصور هو وماكو غيره جدتي وحدي بنت على امه مقلوب شهرتها يولي يش بيكي ما لقيتونه لقيتونه هو رجل حياتي الامي دائما ها اششن اكلب عقلكي حلاوي اششن قدر يضحك عليكي ماما لا تعرفين اش قللكي ماما قل الدني كله احطه تحت رجليكي قلت لغماد بغاسكي الدني تحت رجليكي خلي يجيب لكي سقف فوقاسكي بهالكلمة يضحك عليكي احط الدني تحت رجليكي هي تحت رجليكي لعد عليش ويقفي انتي شوفوني الماما واقعية فعلا واقعية الحب احاسيس الحب الاولى مواقعية هي اغراء هي فردشي هاي البنت ماكن سمعته دغدغ الانمالتا قدر ان يدخل فدشك في في داخله انه انتي ماكو مثلكي وماكو جمالكي وماكو اش اسمه وهالشكل رح تبدي المكينة رح تشتغل والقصايد وعرف اثنين بعد ما تزوجوا اكتشفت هي انه القصايد اللي كان يكتبها كان ينقلها ويبعث لها هو مايرا في يكتب ولكن كتب قصيرة بحياته بعد ما وقع الفاس بالرأس خلاص هذا هو قدر يضحك علي من يكون عمر ارباطعش سني اما لي يجي يطلبها تقبل من يصير عمر اربعة وعشرين سني ما تقبل مفتح باللبن ليش اش صار عندها اش اللي يتغير عندها تغير عندها انه هي تعرف تعرف لازم تفكر لازم تحاسب لازم تفهم هالشكل اذا رح يصير عندنا الاعجاب مصيبة الاعجاب كارثة الاعجاب اشنو الاعجاب الاعجاب هو انه اشوف بعين الحب اشوف بعين الاغراء هي ثمرة محرمة بس حواء شافتها بغير عين لا تشتهي كل الوصايا العشرة عندنا كلها تبدي بلا خاصة للي تخص البشر ما عدا الشهوة اكو وصيتين لا تشتهي التاسعة والعاشرة ليش لا تشتهي لانه الحقيقة تختلف انت تشتهين وما هو مثل ما تصوروا يعني اذا تشوف اثنين دا يمشون وحبايب واشي اسمه عشاق اتغني كل من وليفه وياه بس والفضاء بس اذا بعد خمس دقائق شفتم دا يتشعفون تقول لا الحمد الله احنا ليش نشتهي لانه نتصور ليش نتصور لانه مخدوعين لانه يخدعون بالكوسماتيك يخدعون بالدعاية شايفين انتم بالسوق دعاية ما صمون دعاية ما الخبز رقاك دعاية ما الخبز التنور لا وكل يوم الصبح كله الشعب العراقي ينزل على السوق يشتري صمون ويرجع على البيت ما كو حاجة دعاية الصمون يمشي اللي ايش يسوون دعاية يسوون الدعاية للأشياء اللي مت مت يمشي حتى نشتري الصوابين والمعاجين والمعرفيش من ندخل بسوق مول قبل كان عندنا دكان بعدين صارت سوق بعدين صارت اسواق بعدين صارت اسواق مولات ما لقينا كلمة يسميناها مول عيش وشوف شكوا بالمول اشكال والوان بحيث انت تحتار اشتاخر تحتار وهذا الفرق بين الرجال والنسوان مع احترامي الرجال من يروح المول يروح راسا قبل على شيء اللي يريد وياخذ ويطلع المرة لازم تفتر كله تشوف وتقارن اسعار فانا لاحظت من الرجال يروح مع مرت على الاسواق يبتلي على حاله يهلك يتعاركون بالاسواق يعني اشتري عمياوي ولهذا انصحكم روح وكل وحد بوحد على الاسواق لان عندك حاجة تشتري بس اذا رحت ويا المدام رحت ضيع نص النهر مرسوم اسقفي لا لا ما طلع مرسوم اسقفي اخاف بعدين افقلي الشعبية مالي الاعجاب بالحقيقة هو تعامل مع الاخر بطريقة كاذبة ما كو مثله ما كو بعقله ما كو بشطارته بس بعد مدة من الزمان لمن ينقشع الضباب ما الاعجاب تظهر الحقيقة هذول نفس من كانوا معجبين ببعضهم ينقلبون الى عداء ليش لانه ما مسكوا الحقيقة من البداية لمن يقول يسوع احب بعضكم بعضا يكمل اية اخرى من فكر بيا كما احببتكم انا اذا اكو اكو اسلوبين اسلوب الناس اللي يقوم ويقع واكو اسلوب يسوع اللي يتعامل مع تلاميذ وتعامل المعلم الى اللحظة الاخيرة يظل يظل مع بطرس وانت متعدت ثبت اخوتك فوق جبل التجلي يقول حسن لنا ان نبقها هنا من ينزلون من جبل التجلي يقول الى خلف يا شيطان يسوع يقول لبطرس يا شيطان لان افكارك ليست افكار الله بل افكار البشر ما جمعه الله لا يفرقه انسان انو انت مو بس اثنين انو انتو واللي جمعنا سبحان الجمعنا بغير ميعاد الثالث فالحب اللي يجمع زوجين هو دائما ثالوث ما ثنائي ما انا وانت ولا حد تلتنا مثل ما يقول مرحوم فريد الاطرش لا اكو ثالث الثالث هو الله و لازم كل رجل وكل امرأة كل حبيب وكل حبيبة يتساءلون ليش الله اختاركي لي وليش اختارني لازم عنده خطة هذه الخطة هي اللي رح نبني علي محاضرات هال هالموسم اتوقف عند هذا الحد عندي فتقصة اقولها حتى تفكرون بيا واشوف شنو رأيكم بيا فتقصة بيا واوي اشني القصة اشهر مخترع بتاريخ امريكا هو توماس اديسون توماس اديسون مشهور باختراع الجلوب بس اخترع عنده براءات اختراع بلغت 13 الف براءة اخترع 13 الف شي اشهر المصباح المصباح هذا اللي اللي بينه سيم رفيع تنغستن بالضبط اكو في تاريخ حياته فتقصة احكي الكمية وانت انفكروا بيا وبعدين جاوبوني بعد الاستراحة كان طفل بالمدرسة توماس اديسون رجع من المدرسة مديرة المدرسة عطت له رسالة قلت له هاي انطيها الاهلك خلي يقرؤ هاي الرسالة اجا توماس اديسون عطى الرسالة الام ام فتحت قرت دمعت عين قال لماما اشكوا بالرسالة قالت له حبيبي بدي يقولون انت كثير شاطر وهاي المدرسة ما تصلح لك لازم اعلمك بالبيت وحظانته باسته سدت الرسالة وقفلتها وهي اخذت مناهج وعلمته راح زمان جاء زمان صار توماس اديسون عبقري مال امريكا فاليوم ماتت امه قام يعز الاوراق امه وقعت عينه على هاي الرسالة اللي كان كن بعثتها المدرسة الى الى اهله فتح الرسالة ايش مكتوب بيا ايتها السيدة ان ابنك غبي لا يفيد فيه التدريس خذيه بالبيت وعلمين انتي احنا نطرده من المدرسة يقول قعد اديسون يبكي فالبكاء مر لولا امه كذبت علينا حظنته قلت له ابني انت عبقري ما كان يصير عبقري حب ماما عملي عبقري حب سؤالي لكم هل ام اديسون كذبت او لا فكروا واسمع اجوبتكم بعد الاستراحة قبل ما نعبر على الاسئلة راح اخذ الاسئلة اللي خصت قصة توماس اديسون اغلب الاسئلة تقول انه امه لتوماس اديسون ما كذبت واحد منكم قال نعم كذبت فالكذب كذب عند الله يا طخ يا فلعم اخو قسم قالوا نعم كذبت لكن كذبه بيغة كثير منكم اخذوا جانب الام شجعته ولم تكذب فالتشجيع يخلق كثير من العباقرة ويعطي ثقة كبيرة في النفوس الام لم تكذب لانها تعتقد ان ابنها عبقري وليس غبي لم تكذب عليه لانها كام تعرف ابنها عبقري لو قالت الحقيقة لفشل في حياته والام لا تقبل اهانة ابنها ابدا هي تعتبر كذبة اكيد بنظريها يمكن ان تعتبر كذبة لكن اعطته امل وتشجيع في متابعة دراسته الام كذبت لكنها كانت تؤمن بعقلية ابنها وقدراته وكانت ترى ماذا تراه ادارة المدرسة هوني اقتربت او اقتربتي ام اديسون لم تكذب بل شجعته على دراسته وهذا هو الصحر شجعته هوني اكوشي لاخ لم تكذب لكنها رأت الحقيقة التي لم يرها الاخرون ها هذول الجوابين اقتربوا شوية في رأيي هناك كذب بناء وكذب هدام نعم ام اديسون كذبت لكن كذبها بناء وعلى ضوء كذبها اصبح ولدها مخترع بالحقيقة كذبت عليه خوفا على نفسيته ومشاعره لكن بالحقيقة جعلته متحمسا للدراسة ومحبا لها هذه الاسئلة التي تخص ام اديسون ولا واحد منكم كنتم اتمنى انتظر كلمة واحدة تشير الى الحب هذه الام تحب الابنة تحب والحب يشوف اشياء ما يشوف العقل حب الو خلته يبكي ويشكر لانه خبت الحقيقة اكو كلمات تقول لشخص تجرح هي حقيقة بس جارحة بالاكس احيانا الحقيقة لبسها ظاهريا هو كذب بس ما هو كذب لان حب الو شوف شيء ما موجود بعين المدرسين والمدرسة ما موجود فاذا ما كذبت قالت له انت عبقري والدليل كانت على حق ماما بس حب كان يشوف هي ما شاف اذن السؤال كان بينه لغم السؤال كان بينه لغم هل هناك كذب هي ما قالت الحقيقة لانه طفل ما يحتاج للحقيقة على حلة مكشوفة مثل ما هي الصراحة ما هي ان تقول للاخر عيوب الشجاعة ان تقول محاسنه فيبرز المحاسن السلبية عندنا الدمر باسم الصراحة باسم الحقيقة بس ما اكو حقيقة خطر اذية انا اقول للحقيقة انت حرامي لا يتأذى حتى له هو حرامي ينغاد اقول للحقيقة حتى ابنينه ما هتأهدم زين اسئلة الاخرى هل الشيوعية وحدها تمس حب التملك ام المسيحية ايضا كل المبادئ الاشتراكية والرسمالية والليبرالية كلها هي الدور حول منه يتملك وشلون نتملك وشلون نوزع الاموال عن الناس بالتساوي العدالة بالعالم هي المشكلة رقم واحد منه عادل وينه الملك العادل وينه الحكومة العادلة ما ممكن دائما اكو ناس معارضة دائما اكو ناس مظاهرة يطلعون ان الحكومة ما عادلة كل العالم فاذا التملك عند المسيحية يختلف تماما عند التملك اكو فاد واحد عرف التملك بين المسيحية والشيوعية اللي عاصرناها اغلبنا حوالي سنوات من عمرنا احسن تعريف هو بالشيوعية التملك هو كل شي الانت تملكه هو مالتي بالمسيحة وبالمسيحية وبالمسيحية يعني بحسب يسوع كل شي الانا املكه هو مالتك اكو فرق اكو فرق ان تجي الدولة تاخذ تاخذ اموالي وتوزعها وتقتل امكانية التطوير اللي كان عندي ولهذا انهارت النظم الاشتراكية بسبب عدم عدم فهمة لنفسية البني ادم اللي ما يقدر يشتغل في شي ما مالته ما ملكه دكان ما مالتك انت موظف ليش الموظفين مالنا كوارث مصايف انت تاخذ راتب على ثمان ساعات حرام اذا يمشي معاملتين باليوم وانتم اشقد بس بس تجددون الهوية او الجواز تحمون هم لازم اراجع الدائرة ليش لان هذا الموظف لهذا الموظف ياخذ على كل جواز فهذا مبلغ بسيط اشكراه كانوا يمشي ميتين معاملة باليوم بس لانه موظف اكو مرة كاريكاتير قرأته قل له هاليوم هذه معاملتك واقفة التوقيع هاليوم سوينا التو وباشر نسوي قيع هذا هذا التملك اللي عنده دكان صغير جمبر جمبر ما جقاير ها يشتعل قلبه على جقايره وراح يحاول ان يعمل هالشكل وهاي فد يوم اذكر ببغداد شفتوا شفتوا فد عربانا بساحة التحرير كان السبعينات كنتوا بعد اشتغل فشفتوا عربانا وناس ايه هالشكل واكو لوكس معلق لوكس وديني هالشكل مثل هالسة مسوية ولوكس والناس ايه هالشكل قتل علينا اقتربتوا من العربانا اريد اشوف هذا اش دايبيع شفتوا كنعلق رقعة مكتوب عليها ضوق وبلش ضوق وبلش يابا اش يضوق وميش يبلش اثاري دايبيع زرازير بوقت واحد بدرهم زرزور بدرهم فهذول يدفع درهم يأكل زرزور يأكله يدفع درهم اللاق ويأكل يأكل عشرة طيب ضوق وبلش فانا اش قلته قلته هذا بالتأكيد هاليوم قبل قبل ساعة رح كل الزرازير ماله يبيع ويخلص زين لهذا موظف بالدولة حرام اذا الزرازير ما بقيت على قلب الدولة ثلاثة شهر لان هو عرف يبيع عرف يسوي فدرق عجذاب ضوق وبلش انا شعرت بانه هذا الشخص تاجر كبير لانه جذاب لانه الى اخره من الاشياء اللي كل التجار يفهموها نفس المحل نفس الشي تشوف مطعم هذا متروس وهذا كنت باريس قبل شهر صديقي يقلي يقلي اكو فد مطعم بس يقدم اكلة وحدي بس اكلة وحدي ستيك بس تريد نمشي قلت له اشبين وخصوصي بس اكلة وحدي وكل مطاعم بوفي مفتوح اكلات عديدة قالي لا هذا بس اكلة وحدي بس قطعة لحم وشوية بطاطة وبس بس السرة كيلومتر قلت له ما تقلي شنو هذا هذا المطعم قال هذا عنده فت شعبية قاتلة بجنبه المطاعم ماكو احد يسلم عليها وهذا السرة ما له واقف الى كيلومتر عندك خلق ننتظر ساعة ونص على ما يجينا سرة قلت له حتى بس احكي هذه القصة لجماعتي بكركوك اقف اقف ساعة ونص صدقوني ضيعته ساعة ونص بس حتى اشوف شنو قابلية بعض الناس في جذب الناس هايت افهم من يقول يسوع وانا اذا ارتفعت ورفعت الي الناس اجمعين اذا التاجر او المزارع او الصاحب المهنة عنده قابلية جذب هذه القابلية ما الجذب هي سر المهنة اكو سر فاذا انا ما يجذبني يجذبني النظام او الموظف او هاي ما تقاشعر انه انا مواطن بهذا البلد اترزل من اروح انا كعراقي اقدم معاملة اترزل بسفارة العراقية ببرة من كنت اجدد جوازي اترزل يقولي يروح جيب لك شاهد منين اجيب شهاد من نص باريس منين اجيب شهاد ولازم يكون اكبر منك حتى يشت هاي الجواز بس جددوا قلت لهم يعني ما تخلون عاداتكم في العراق ما خلصنا منكم بجيت من الباريس هم ما نخلص منكم بينما ممكن اروح الى سفارة تستقبلني وتجيب لي شاي تبتسم الموظف بوتي انتم شايفين موظفي بتسم بوتيك وهذا الموظف ممكن قلوله بان انت واجهت العراق انت واجهت هذا البلد بينما لو عنده زرازير كان يبتسم بوتيك يعني الزرازير ما لته فشون اذا نخلق مبادئ قابلة للتطبيق مو اشتراكية او شيوعية او مبادئ خيالية مواقعية اشتر كل النظم الاشتراكية نكست عمليا ما قدرت ان تعطينا جواب السؤال السؤال يقول اذا كانت هذا مو تلفون هذا لازم اخذ حبي اذا كانت كل الاديان تمس حب الذات فلماذا انتهت الشيوعية دون باقي الاديان ايه هاي 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 جاوبت على هذا السؤال قلت الشخص اللي ما نحب نقاطعه اذا هذا الشخص بعد ما كبرنا ووعينا عرفنا انه هذا الشخص شخصيته ما نحبه وطلع من العائلة شنو الحل ايه صدقوني هاي مشكلة كبيرة يعني تعرفون موسى من طلع طلع الشعب اسرائيل من مصر اش كانوا كانوا عبيد كانوا يبنون اهرام ومدينة رعمسيس من انهزم موسى وطلع الشعب الاسرائيلي من ومن كم كن قرأ سفر الخروج قرأ سفر الخروج ابتلع على حاله مسكين موسى ابتلع على حاله الشعب الاسرائيلي كان يقول يا رب هذا شعب قاسي الرقاب اش عمل هي صحران سيناء انا رحت لسحراء سيناء صدقوني باسبوعين تقطعوها طولا وعرضا حتى لو تمشون تاتي تاتي ليش يقول الكتاب المقدس اربعين سنة ليش لانه هذول طلعوا من العبودية طلعوا وياهم امراض العبودية طلعوا وياهم النقنق والنحاسي وشلعان القلب بحيث اش يقول لولو اكفد مشهد بيس الصور ما هو بالخروج هو بتثنية الاشتراع لانهم يدبع سفر الخروج يقول فقال له بنو اسرائيل يا موسى لماذا اخرجتنا من مصر اش كان ياكلون يوسف كنا ناكل بطيخ وكنا ناكل ثوم وكنا ناكل نجلس على قدور اللحم والبصل عبودية ما يخالف شكوا بيا معكم مشكلة خلي عبودية بس بطني متروسي جبتنا بايز زعرات شالح تقلبنا موتتنا من جوعنا ومن عطشنا ويسوي موسى عجائب يجيب لهم من السماء ويجيب لهم القطة والسلوى ويجيب لهم ماي يضرب الصخرة يطلع ماء بس هلقد كان بزعان يروحوا يقول ضرب الصخرة مرتين فغضب الله عليه ايه يا هذا المقرود ما يكفينه مبتلي بالشعب مالته وانته هم تغضب علينا ويا رب تخل لفك ياخ شوية فيقول هذا يقول قل ما رح تدخل إلى شعب إلى أرض الميعاد رح يشوف من فوق جبل نيبو وما رح يدخل هالمسكين موسى قديس كبير قديس لأنه تحمل تحمل هم غضب الله وهم تحمل هذا الشعب فرروا 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 بالصحراء حتى يقوم جيل جديد نفس المشكلة عندنا أنه ما ممكن العالج الغرائز اللي ورثناها هذا السؤال اللي سألتمه على هذا الشخص اللي هو أخذ من أهله أهله أخذ من أهله وتقريبا هي وراثة ومنه من عندنا ما عنده بعائلته عنزي جربا كلتنا عندنا عنزي جربا وهذا شيء طبيعي وانتو تعرفون بأن الكتاب المقدس من يذكر بداية إنجيل متة بداية إنجيل متة أكو قائمة إبراهيم ولدى إسحاق إسحاق ولدى يعقوب ولدى متو شالح متو شالح ولدى زرب بابل زرب بابل ولدى يذكر أربع نساء ثلاثي منهم ما خوش نساء أخلاق موزينة يعني لو نحن نقول بي أشو نسي يعني جدات يسوع كانوا ما خوش ما خوش بنات الكتاب المقدس ما يستحي أن يقول بأنه هذا تاريخنا هاي عائلتنا فأنا أقول لي صاحبة السؤال أو صاحب السؤال طوي لي خلق شوية مع هذا الشخص بل كي هو حرمان عنده من العاطفة أو من المحبة واللي يحب كوي اللي يحب يرجع يعني نقطة عسل تجيب ذبين أكثر من برميل خل حط برميل خل وحط نقطة عسل وشوف وين يروح الذبين ينجذب لطيب ولهذا يسوع يقول حاولوا أنتم تكونون طيبين وارسلكم مثل خراف بين ذئاب أش أسوي صدقوني صعبه يا حياتنا المسيحية بس إذا تريدون تصيرون ذئاب هاي مشكلتكم بس أنا أتصور ما يقبل يسوع هذا نصير ذيب أش رح أسوي رح أنتقم وبعدين كيف أستطيع أن أتعامل مع إنسان فاقد الكثير من التركيز في الأمور الحياتية أي عنده نوع من الغباء هذا خش سؤال هذا خش سؤال كيف نقل بالحقيقة هذا الشخص يمكن ما عنده غباء يمكن عنده مرض اسمه مرض التوحد أو شوية مرض التوحد خفير هوني لازم نستشيق نستشير عندنا واحد الحنان عندنا فرق شباب يهتمون كادر ما لنشقد مو فوق العشرين شخص يهتمون بالناس اللي عندهم عوق وهسه هذا مرض التوحد ترى جديد ويعني ما صارنا أكثر من عشرين سنة اكتشفنانه قبل ما كنا نعرف كنا نسمينه غبي انتم لاحظتم أنه يسوع ما يقبل نسمي لأحد غبي ولا نسمينه دماغسز زمان يسوع كان يقول راقة يعني راقة يعني يعني مثل القرع غاسك قرعاي كيش ماكو بي أفارغة راقة رقة مدينة الرقة الداعشية ملعي يا رقة من الرقي يعني دماغك رقية يقول الذي يقول لأخيه يا أحمق يستحق نار جهنم لأنه ما أنا اللي أحكم أخرج الخشب من عينك فإذا هذا الشخص لمن ما قي يفهم خليني أوجهه أكفد أشياء احنا ما نشوفه كان أكفد معلمة بالصف كان أكفد واحد شوية خطيئة عنده تخلف اليوم ما بقى نقول حتى تخلف نقول ذوي الحاجات الخاصة ليش حتى حتى لا نستعمل كلمة قد تجرح وتجرح أهله هذا الولد بس يعني خجول يقعد آخر واحد كل الطلاب نصبة علينا ينصبون علينا بالفرصة بالدرس المعلمة ذكية صاحته على حدة قلت له هذا البيت الشئ راح احفظه 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 غدا راح أقرانه أقول منه منك من يتقي يكرره خلفي انت قوموا وكرره حتى ندخل ندخ بسمار حيطم فجوع الدرس قامت قالت راح أقلكم بيت شعر نا 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 قالت بيت الشعر منه منكم حفظه يقدر يقوله رفعه وإيده كل ما تعجبه قام قالوا هول أثاري هذا الولد شاطر ثاني يوم عطت له بيت اللاخ هم قالوا ثالث يوم عطت له بيت اللاخ هم قالوا من ذاك اليوم قاموا يحترمونه ونجح وتفوق هذا كان يقول لو لا هذه المعلمة كان ابقيته طول حياتي أجرجر مرارد احتقار الآخرين هذه الأم أيضا مثل هذه المعلمة مثل الأم أديسون أش سوت سوت حيلة ذكية كونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحماء سؤال الأخير كثيرا ما نسمع عن غسل الدماغ كيف يتم غسل الدماغ علميا أكو بسنة 1964 دكتور عراقي من الموصل كتب كتاب عن غسل الدماغ غسل الدماغ هي فالتقنية موجودة بالعالم من زمان كاتب لبناني اسمه أمين معلوف عنده كتاب مترجم بالعربي اسمه الهويات القاتلة قسم منكم يمكن كن وقعت عينهم علينا ويذكر بأنه هذه التقنية من الغسل الدماغ موجودة من القرن الثالث عشر ثاني عشر هذه عشر هذه عشر فوق جبل في إيران جبل على موت حسن الصباح كان اسمه مؤسس جمعية دينية إرهابية اسمه الحشاشين من هون جدت كلمة الإنجليزية assassin ومن هون جدت كلمة الاغتيال assassination اش كان يسوي كان يستعمل حشيشة مع أدباعه عنده قصر فوق الجبل عرين الأسود ما حد يصعدوه هذا اش كان يسوي ينطيم الذول أدباعه ينطيل المخدرات يشيلوا يحطوا في غرفة كلها بنات وطنافس وهكذا ويفتح عينه ويشوف بنات بعدين ينطون ومرتل لخ مخدرات يطلعون وأشفت قل شفتوا نفسي بالجنة وشفتوا حوريات قالوا له هاي الجنة احنا نطيق نوديك إلي انت روح اذبح اقتل فلان ملك فكان يدز من إيران يروحون أدباعه إلى مصر زمن الفاطميين أو بغداد العباسيين كان يفوت يقتل وينقتل حتى راسا يروح على الجنة وهالشكل هذا التقنية ما الغسل الدماء إذن موجودة من القرن الحادي عشر موجودة وكثير ناس مع الأسف الجهل والتخلف والأمية هي هذه جابتنا البلة قبل مئة سنة عراق كان أكثر مثقف من هالساعة والمدارس أكثر من هالساعة ومصر بزمن طه حسين الأعمي كانت أكثر متطورة من هالساعة تخلف أمية يجيب ناس ما عندهم ضمير وما عندهم مجدان ويستعملون غسل الدماغ ويخربون عيشة شبابنا ويدفعهم أن يموتون بلى معنا هاي غسل الدماغ الله يحفظنا من كل هالي المصائب ويحفظ شبابنا وإن شاء الله بس أقول للمتزوجين هذه القصة الأخيرة اللقمي الطيبي أقل كمية بالنهاية فد واحد عنده بيت رادي يبيعه عنده فد صديق دلال ما لبيوت قال له تعال الله يخلي يقبلك يتبيع لي بيتي وتجيب لي أكبر سعر بينه أنت عندك خبرة بالتسويق وبيع البيوت فهذا قعد أخذ ورقة وقلم قام يكتب الإعلان اللي راح ينشره بالجريدة غدا بيت أساسه قوي شبابيكه جميلة جيد التهوية تدخله الشمس طول النهار يطل على مناظر جميلة جدا كتب صفات هذا البيت وهذا الرجال يباو الصفات ما البيته قالوا هوب 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 ستوب ما بيع أنا ساكن بهكذا بيت وما أعرف قدره بطلته ما بيعه قراها قراها مرت اللق الله إذن بيتي كلش علو لكن ما بقى أبيعي طول هالسنوات أنا عايش بهذا البيت وما فكرت بكل هالصفات الجميلة وين أروح أقول لكل المتزوجين أنتم تشبهون هذا لمن يصير أتكم مشاكل اتذكروا صاحب هذا البيت واشكروا الله على النعم اللي عطاكم هي بيتكم كويس لا تخربون وبيتكم أمين